يعني هطلع من المورا شوها كابتسايد وهكلمك على أمرين مهمين جداً بيهموا كل جمهور النادي الآلي أولاً رمضاناً صبحي والاكتاءات الكتير والأمور اللي حصلت لكن ممكن أنا كنت مع كابتاً آمن شاوه في البداية بقول يعني اللي اشترى النادي الآلي النادي الآلي بيشتريه واللي بيبيع النادي الآلي ما بيزعلش عليه يعني كلمنا على الأمر ده كابتسايد وشايف من وجهة نظرك التصرف بتاع رمضان إزاي كابتسايد لا يعني أنا من عاداتي ولا من يعني يعني إن الواحد خلاص طالما العيب ما بقاش في فرقتك أو بيختار على حسب يعني ظروفه أو تفكيره أو تطلعاته أو أهدافه في فترة داي خلاص يعني كل واحد بيختار طريقه وكل واحد بيختار سكته يعني دايماً في الحالة زي كده الواحد بيشوف إيه اللي هو ممكن يعمله هو يعني يعني أي حاجة تحصل لك في الحياة أو أي حاجة تحصل لك حتى في كرة القدم أنت الوجب بتاعك إيه يعني مش هتستنى حد يعني يمكن أنا عايز أقول بس الكلمة حتى لينا نفسنا يمكن من 1907 حتى اللي الوقتي ممكن يكون عادة على تاريخ النادي الأهلي ممكن أكتر من 500 لعيب يعني الكل بيجي وبيروح والكل بيواد والكل بيستنى شوية وكل واحد بياخد فترة وكل واحد بياخد المدة الزمانية أو العمرية اللي بيلعب فيها لكن النادي هو اللي بيبقى مكمل فيه فرق جديد جداً جداً بين أنت تبقى في مكان ممكن يعمل لك بطولات وتاريخ وممكن النادي أو أحد تاني ما يبقاش بنفس الكفاءة كأندية قوة الشرائية مش هي الأساس في عالم قرات القدم مقاومات البطولة مهمة لازم تكون موجودة ممكن قوة الشرائية تبقى سبب من الأسباب لكن مش هي كل الأسباب يعني فترة من الفترات كان ريال مادريد عنده بيكا موزدان وفيجو ورونالدو البرازيلي كمان يعني ومع ذلك كانت برشونة نهاية المسيطرة يعني فترة من الفترات كان فيه قوة الشرائية حتى في العالم كله لو الدوري الإنجليزي ممكن تبقى منشستر سيتي مثلاً يعني بيشتري لعيبة كتيرة جداً أكثر من ليفربول وليفربول كما هو البطولة الدوري يعني اللي عايز أقوله طبعاً يعني مهم جداً أنه تعرف تجي باللعيب اللي أنت عايزه لكن في النهاية البطولة نفسها ومقاومات البطولة بتيجي في نادي معين النادي ده يعني صاحب هوية صاحب تاريخ صاحب شعبية صاحب شخصية يسواء كان على المستوى الأفريقي أو المستوى المحلي أو المستوى العربي أنا ما لومش أي حد بيفكر طبعاً أو كل واحد بيبقى له تجهاته كل واحد له ظروفه كل واحد له حساباته الخاصة لكن أنا أتكلم على الأصل اللي موجود في النادي يعني فعندنا شغل لازم أقولون بالمجموعة اللي موجودة بالمجموعة اللي مكملة عندنا شغل مهم جداً لازم نشتغلها نفسنا ممكن يبقى الفترة دي أو المباراة دي جات فوقتها ممكن تكون جات فوقتها بشكل كويس قوي كل واحد يبقى عارف الضر اللي لازم يعمله ويعرف أنه كرة القدم زي ما قلت في البداية لها وشين يعني فالمهم جداً نحن نشتغل عليهم بذلنا